تستضيف دبي أكبر معرض للفنون الحديثة والمعاصرة في الشرق الأوسط بمشاركة العشرات من صالات العرض والفنانين هذا المعرض الذي يحمل اسم آر دبي سيعكس النمو المستمر الذي تشهده سوق الفن في المنطقة وتشارك 92 صالة عرض من أكثر من 40 بلدا في المعرض الذي افتتح أمام الجمهور وقدمت صالة تيلر رولنز نيويوركية عملا للفنان الفيتنامية تيفاني تشانغ هو كناية عن صور للدمار في مدينة حمص السورية داخل أطر من الخشب والزجاج العمل يتضمن صورا من مدينة حمص السورية والفنان قامت بالكثير من الأبحاث حول هذه المستوعبات التي تعكس أماكن لديها قصة مع العنف وهي حاليا تعمل على سوريا وتقدم عدة صالات فنونا من إيران وتركيا والعالم العربي والصين والهند وباكستان وغيرها ومن الأعمال المعروضة خارطة للعالم بأضواء يون على خلفية سجادة إيرانية من توقيع الفنان المغربي محمد الباز ولوحات بالأبيض والأسود للفنان الباكستاني إياس جوخيو تظهر شخصيات شهيرة رسمها من الخلف علينا أن نفهم أن المعارض الفنية هي أمر بغية الأهمية للفن الذي هو بحاجة ليعرض أمام العالم ومعارض أرد دبي هو من دون شك واحد من الأفضل وسرعان ما فرض المعارض نفسه كأكبر تجمع للفنون المعاصرة في الشرق الأوسط وعكس الشهية الكبيرة للمتقنين المحليين إضافة إلى المتقنين الدوليين الراغبين بشراء أعمال لفنانين من المنطقة